اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبع سنوات قبل بلوغ 65 سنة لاجابة جوج عشر سنوات قبل بلوغ 65 سنة لاجابة ثلاثة تحدد صلاحية رخصة سياقة من صيف باء قبل تجديدها البيرمي كيتجدد كل عشرة سنين البيرمي كيتجدد كل عشرة سنين قبل ما يوصل سائق 65 سنة حينت لوصل 65 سنة خاصه ما يبقاش يسوق اذا تحدد صلاحية رخصة سياقة من صيف باء قبل تجديدها عشر سنوات قبل بلوغ 65 البيرمي في عشرة سنوات قبل ما يكمل سيد 65 عام اذا الجواب صحيح هو رقم 3 نعود نشرح لكم خاصة البيرمي كل عشرة سنين يتبدل كل عشرة سنين يتبدل قبل ما يوصل السائق 65 سنة حينت لوصل السائق 65 سنة الى فات 65 سنة رخصه ما يبقاش يسوق اذا هنا الجواب صحيح هو رقم 3 سؤال 22 شريط سيارة مستعملة واجب تكون لبطاقة الرمادية بالاسم ديالي لإجابة واحد باسم المالك الجديد لإجابة جوج شريط سيارة ومستعملة واجب تكون لبطاقة الرمادية بالاسم ديالي واحد واسم المالك الجديد شكن هو المالك الجديد هو أنا كنديروا واحد جوج لاسم ديالي او اسم المالك الجديد حينت المالك الجديد راه وانانيت إذا الجواب صحيح هو واحد جوج سؤال ثلاثة وعشرين السائق المبتدئ كيتعرض التعب أكتر من الآخرين عند القيادة نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج قل لك وش السائق المبتدئ السائق اللي بقي جديد وش كيتعرض التعب أكتر من الآخرين عند القيادة نعم السيد مني كيكون جديد مني كيكون شيفور بقي جديد ركعية مش بحل واحد عدوا البرمي قديم اللي عدوا البرمي قديم كيكون محترف السياقة كتجي عادية ملف أما الواحد لك الجديد كيكون خايف وكيكون منير في شوية مفهوم إذن السائق لك الجديد كيعية على اللي قديم إذا الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال 24 يمكن لي السير بسرعة 50 كم في ساعة الإجابة 1 70 كم في ساعة الإجابة جوج 80 كم في ساعة الإجابة 3 90 كم في ساعة الإجابة 4 يمكن لي السير يمكن لي السير إلا كان تشتا دائما لكان تشتا في نوتروت ولا طريقة عادية ركا نقصه 20% إلا ما كان تشتا إلا كان الجواعادي وكنت غريبا في نوتروت ركا نمشي 120 وفي طريقة عادية كنمشي 1 أما لكان تشتا كننقصه 20% بحلاش فنوتروت كيولي إلا كان تشتا كنمشي بـ 100 ما كان تبقاش 120 والطريقة عادية كتولي 80 عواض 100 إذا هنا يمكن لي السير يمكن لي نمشي بـ 50 و 70 و 80 كنقليك هنا السرعة فش بحدة كتقول لي 80 الماكسيمو 80 ولكن بش حال يمكن لي نمشي من 80 ألتحت إذا الجواب صحيح هو 1 جوج 3 السؤال 25 على طول الرصيف يمكن لي الوقوف نعم الإجابة 1 لا الإجابة جوج التوقف نعم الإجابة 3 لا الإجابة 4 على طول الرصيف يمكن لي الوقوف لا ويمكن لي التوقوف لا سؤال سؤال 26 بغيت نغير الاتجاه اللي يصر لا سؤال إذا الجواب صحيح هو جوج 4 سؤال 26 بغيت نغير الاتجاه اللي ، أتجاه نسمح السيارة اللي قبال absolutely 3 بغيت نغير الاتجاه إذا الجواب صحيح هنا بغيت نغير الاتجاه ب أوض很多 نسمح السيارة اللي قبال بالمرور نعم ربار مني بغيت تنصر على الليزر السيد اللي انفاس معرف هل دل نفا تشغيل كي أقول الأنية سؤال كي يجيني فليمن ولجاني فليمرا كنسبقو علاش حينتنا ما كي لا بوليسي لا ضو لا بلايك إلا كالبوليسي في الملتاقة كنتبعو البوليسي إلا كالبوليسي عاطني بالوجه كنوقف كان عاطني بالدهر كنوقف كان عاطني بالجنب كندوز إلا ما كنش البوليسي كنتبعو الضو إلا كندو خذر شاعل دوز صفر ساعد الوقوف أحمر أوقف ولما كالبوليسي لضو كنخدمو بالبلايك ولما كالبوليسي لضو لبلايك كنسبقو مول ليمن إذا هات السيد هذا مني غندورانا عالليسر كي يجيني فليمن خاصني نسبقو إذا الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال 27 هات السيارة تجاوزاتني يمكن نشغل دوطريق نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج هات السيارة تجاوزاتني يمكن نشغل دوطريق إلا 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 إشعلت دوطريق كنعميه إلا إشعلت دوطريق غد نعمي السائق اللي قدامي على شحن دوطريق كي يضوي مسافة ديال 100 مترو إذا واش نشعل دوطريق هنا إلا الضو اللي خلسني نشعل هو الضوط يال تقابل كنشعل ضوط تقابل باش من عميش وضوط تقابل كي يضوي على مسافة يال 30 مترو كنشعله إلا كنت مقابل مع شي عرابة ولا إلا كنت قدامي شي عرابة سؤال 28 من بعد العلامة السرعة محدودة في 60 كم في الساعة نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج من عند العلامة السرعة محدودة في السين إلا علاش هاد العلامة ديال الإرشاد هاد العلامة ديال الإرشاد شنو كدقل لي مراكش بقى لها 50 كم مراكش بقى لها 50 كم واش وصلت للمراكش مازال ما وصلتش لها إذن واش سرعة محددة في 50 إلا هنا السرعة محددة في 100 كل سؤال قال ليك من عند العلامة يمكن لي يمكن لي نمشي بسرعة السين نعم يمكن لي لبغيت ولكن واش سرعة محددة في السين إلا محددة سرعة في المياه علاش حينت ما زال ما وصلتش للمدينة هينت كان وصل للمدينة كون كانت مراكش مكتوبة حرفية كون كانت مراكش مكتوبة حرفية ما معاهش 50 كون كانت مراكش حرفية ديك الساعة راني وصلت للمدينة ديك الساعة الدخلة دي للمدينة ديك الساعة السرعة كتتحدد في السين ولكن هنا بقى المراكش 50 كم السرعة محددة فاش في 100 إذا الجواب صحيح هو رقم جوج السؤال 29 في ملتقى الطرق اللي جاي نعطي الأسباقية ليمن نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج الليسر نعم الإجابة ثلاثة لا الإجابة أربعة في ملتقى الطرق اللي جاي نعطي الحق الأسباقية ليمن نعم الم ، لأنك سنعطي لسيذ الس أسبداً يتصمع لسيذ القم oliamis ولكن إذا كانت سيطين سمع لسيذ؟ لأنك نحن بي من الس 것 يتصبق peace and love ولكنت عندك هدل علامة هذي كتسمى طريق كبيرة في صغيرة هذي صغيرة في كبيرة كتسبق ليمن وليسر وهذي كبيرة في صغيرة ما تسبق ليمن لليسر وهذي كروازمق لأسباقي لمن لمليمن ولكنت عندك قيف حتى هي كتسبق ليمن وليسر إذن هنا نعطي حق الأسباقي اللي من نعم وليسر إلا الجواب صحيح هو واحد وربعة سؤال ثلاثين السرعة محدودة في ثمانين كيلومتر في ساعة نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج السرعة محدودة في ثمانين كيلومتر في ساعة إلا علاش محدد السرعة في هذي طريق في مية ماشي ثمانين محدد السرعة في مية كن قال لك السؤال يمكن لي المشي بسرعة ثمانين يمكن لي لعم لا بغيت ولكن وش سرعة محدد في ثمانين إلا هنت كتحدث السرعة في ثمانين مني كتكون عندي بلاكة دي الملع وفيها ثمانين مني كتكون عندي البلاكة دائرة حمرة وفيها ثمانين دي الساعة على ما نفوتش ثمانين أما هنا ما عندي حتى شي بلاكة دي الملع السرعة محدد في مية إذا الجواب صحيح هو رقم جوج السؤال واحد وثلاثين إلا كنت غاضي بسرعة تسعين كيلومتر في ساعة واجب علي نحافظ على مسافة أمان ما تقلش على خمسة وعشرين مترو الإجابة واحد خمسين مترو الإجابة جوج واحد وثمانين مترو الإجابة ثلاثة إلا كنت غاضي بسرعة تسعين رواجب علي نحافظ على مسافة أمان ما تقلش على خمسين مترو مسافة الأمان هي المسافة اللي كنخلي بيني وبين اللي قدامي باش كنحسبوها بسرعة بش حال كنمشي بسرعة بش حال كنمشي كنحيدوها السفر والعدد اللي كيبقى كنضربوه فستا العدد اللي كيبقى كنضربوه فستا هنا غادي بتسعين تسعوت فستا هي ربعة وخمسين وخمسين را كافية هدي مسافة الأمان وباش كنعرف المسافة واش كافية ولا ما كافيهاش الخطوط اللي كيكونو في ليمن الخطوط اللي كيكونو على ليمن الخطوط اللي كيكونو على ليمن الخطوط هنعطيكم مثال نعطيكم مثال سيارتي يا هذي هذي سيارتي الخطوط اللي على ليمن وهذا عندي هاد الخط هاد الخط هذا كيكون فيه شحال عشرين مترو وما بي الخط الخط كتكون عشرة مترو الخط اللي بيت فيه عشرين والخوية فيها عشرة مترو هذي كيباش كنحسبوه المسافة إذا في هذه الحالة مني غادي أنا بتسعين ش هخص نخلي خص نخلي ربعة وخمسين وخمسين رأي كافي خمسين ش هل غايخص من خط كي خصو الجوج خطوط بعيدين وخوية الجوج خطوط وخوية الخط بيض قلنا في 20 مترو والخوية فيها عشرة جوج خطوط جابوا ربعين وعشرة وخوية فيها عشرة هي خمسين هنا كنقلك السؤال وش هد المسافة كافية هد المسافة الأمان كافية انت غادي بتسعين وش كافية ما كافية ش علاش قريب منه بزاف خص نخلي قلنا ش حال خمسين مترو ومسافة الوقوف مسافة الوقوف باش كنحسبوها السرعة باش حكى نمشي كنحيد لها الصفر والعدد اللي كيبقى كنضربو في نفسه مثلا غادي بميع عشرة في عشرة غادي بسين السفزة تمانية تمانية في تمانية تسعين تسعين تسعون تفتسعون هذي مسافة الوقوف ومسافة الأمان السرعة في السف ومسافة وقت رد الفعل بسرعة فاش في ثلاثة واللي بغير في مسافة الأمان أكثر ومسافة الوقوف كين فيديو فلاشي ديل سياقاتي رفيش شرح ديل مسافة الأمان والوقوف ووقت رد الفعل وهذا الفيديو هنحطه ليكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف هتلقاه أسفل الفيديو اللي بغير يتفرج فيه إذن هنا الجواب صحيح ورقم جوج سؤال 32 نتجاوز السيارة نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج هنا واش نتجاوز السيارة لا علاش حنت عندي آخر ساهم دي الإنحياز هذا هو السهم اللخراني الخط هنا بغير تتصل خاصني نشد لي من ديالي خاصني نشد لي من ديالي هنا كنضوبل في هذه الحالة كون كان عندي هذا أول سهم كون كان هذا أول سهم دي الإنحياز وباقي نجوج خرين معه ما كيكونوا ثلاثة كيكون لولاني والتاني والتالت هنا هذا هو اللخراني إذن مني اللخراني واش نضوبل إلا هنا كنضوبل مني كيكون أول سهم مني كيكون أول سهم دي الإنحياز وكنكن أنا في ليس الريال طريق كنكون انا في مسلك تجاوز وكي بلية ساهم اللوول ديك ساعة كنكمل الضوبلاش اما إلك تباقي في ليمن وبلية الساهم دي الإنحياز من ضوبلش ولا لك آخر ساهم دي الإنحياز من ضوبلش اذا هذا هو آخر ساهم خاصني من ضوبلش سؤال 33 هاد العلامة كتمنع الوقوف والتوقوف على طول الزنقى الإجابة واحد حتى الملتقى الطرق التالي لإجابة جوج كيف ما قلنا سابقا أن العلامة اللي كتمنع الوقوف أو التوقوف أو العلامة اللي كتمنع التوقوف فنكتسالي كتسالي في ملتقى الطرق قلنا العلامة اللي كتمنع الوقوف والتوقوف أو التوقوف نهاية الملع ديالها هو ملتقى الطرق كتسالي في ملتقى الطرق نعطيكم مثال عندي الطريقية هذه الطريق هي هذه نعطيكم مثال هذه هي الطريق مزيان السيارتي هي هذه والقيت البلاكة هنا ممنوع التوقوف المنع منك يطبق من العلامة وعنداتهم التوقوف والقيت هذا لالتوقوف الي 26 انها هذه الغالعة توقوف الخلف ايدي طول الزنقة هي على الشريع كامل قل لا كتمنع الوقوف والتوقوف حتى الملتقى الطرق التالي كن قليك كن قليك سؤال وشد العلامة كتمنع الوقوف والتوقوف على طول الرسيف او لا حتى الملتقى الطرق التالي اش كنقول لي فهذا الحالة كنقول لي هو واحد جوج علاش علاش حينت الرسيف هو الطرطوار الرسيف هو الطرطوار كنقول لي على طول الرسيف على طول الطرطوار وحتى الملتقى الطرق كنقول لي على طول الرسيف على طول الطرطوار وحتى الملتقى الطرق اللي جاي اما هناش قل لي هنا قل لي على طول الزنقة مش قل لي على طول الرسيف كنقول لي واحد جوج الرسيف قلنا هو الطرطوار هو اش قلليك على طول الزنقز عم الشريع كامل اذا هنا الجواب الصحيح هو رقم جوج كتسالي في ملتقى الطرق وهذه قلنا كتبنع الوقوف والتوقوف سؤال 34 نسمح للسيارة اللي جاية من ليمن بالمرور نعم الإجابة واحد لا الإجابة جوج نسمح للسيارة اللي جاية من ليمن بالمرور لا علاش خارجة من مكان خاص بش عرفنا بلا مكان خاص حينت كين طردوار محشوش كون كانت هذي طريق كنسمح لي علاش حينت جاتني في ليمن وما كان لبوليسي لدولة بلاي كنسبق مليمن ولكن هنا من كين طردوار هذا مكان خاص خارجة من القاراج ولا باركين ولا ستاسيون إذن هي اللي خاصة تسمح ليا إذن وش نسمح لها إلا الجواب صحيح هو رقم جوج سؤال 35 عدد الراجلين اللي كيتقتلوا في الطريق بزاف أو عدد الراجلين اللي كيتقتلوا بزاف طريق وهم الكبار لإجابة واحد الصغار والعجازة لإجابة جوج الراجلين اللي كيموتوا بزاف طريق وهم الصغار والعجازة ولاد الندراسة ما كيكونوش عارفين والناس اللي كبروا في العمر واحتمني كتكون شي كسيدة مثلا الله يحفظ اللي كيكون معرض القتل بزاف الموت بزاف هو الدري الصغير الدري الصغير ولا شي شخص اللي هو كيكون عجوز كبير في العمر علشان ما كيكونش صحيح مفهوم إذا الإحصائية كيقول لك أن اللي كيموت بزاف طريق هما الصغار والعجازة كل السؤال قليك عدد الراجلين اللي يمكن يتقتلوا في الطريق اللي يمكن يتقتلوا أش كنقول ليه كنقول ليه واحد جوج نقول ليه الكبار والصغار والعجازة علاش كل شي ممكن يموت ولكن اللي بزاف هما الصغار والعجازة الجواب صحيح هو رقم جوج دائما خلصين نفهم السؤال إلا فهمت السؤال إلا فهمت السؤال إرى الجواب غدي يكون عندي سهل سؤال 36 نوقف الاجابة واحد ندوز الاجابة جوج واش نوقف ولا ندوز فاد الحالة كان نوقف علاش حين هاد الراجلين هادو واقفين في الممر دي الراجلين وما كي لا دوو لو كون كانت دوو ردو لكي احكم الحمار را كان وقف ليهم الخضراني كان دوز ولكي هنا ما كيش دووكين غير الممر مني كي كل ممر دي الراجلين بلاد واو راني كان سبق الراجل مني كي وصل الممر اذا هاد سيد وصل الممر دي الراجلين خاصين وقف ليه الى ما وقف تشيره عدي غير الممرية دي 500 درهم اذا الجواب صحيح ورقم واحد سؤال سبعة وثلاثين باش نتجاوز صاحب هاد دراجة واجب نخلي مسافة جانبية ما تقلش على نصف متر الاجابة واحد متر واحد الاجابة جوج متر ونصف الاجابة ثلاثة الى بيت نتجاوز صاحب دراجة ولا راجل عاطيني بالدهر داخل المدينة كنخلي بينه وبينه مترو وخارج المدينة كنخلي مترو انص ولكن عاطيني بالوجه كنخلي بينه وبينه جوج مترو سواء في المدينة او خارج المدينة اذا هنا عاطيني بالدهر كنخلي مترو حين داخل المدينة الجواب صحيح ورقم جوج سؤال ثمانية وثلاثين هاد العلامة كتعلمني بوجود منحضر خطير الاجابة واحد طريق بدون مخرج الاجابة جوج ممر غادي الحافة الاجابة ثلاثة هنا هاد العلامة هاد كتعلمي انه ممر غادي الحافة ممر غادي الحافة ذير بحساب رها هاد البلاسة هاد ليس هاي في الحافة ذير بحساب رها هاد البلاسة فيها الحافة والعلامة التي تقوليه الطريق بدون مخرج هي هذه هي هي اللي تقوليه طريق ال دخل وما كتخرج. طريقة الدخل وما كتخرج عندي الحق ندخل لي ولكن ما نخرج من جهة اخرى ما كنلقاش الخارجة كنلقا مزدودة. الى بيت نخرج خستيرجع مشاريان ولا ندير نصف دورة. والعلامة اللي كتقول لي منحذر خطير هي هذي 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 ده المنحذر هذي هي منحذر هبطة. اما هذي العلامة هذي ما مر غاضي للحافة. الجواب صحيح هو رقم ثلاثة. السؤال تسعود وثلاثين. يمكن لي بعد من تجاوز نشغل اضواء طريق. نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج. يمكن لي بعد من تجاوز نشغل اضواء طريق. نعم بعد من تجاوز حتى نكمل الضوبلاج ديالي. مني كان ضوبل عندي الحق نشغل ضوط طريق. غير ده أبلغ حتى نكمل التجاوز. إذا الجواب صحيح هو رقم واحد. السؤال ربعين. اضواء الوضع من المعدات التنوية نعم الاجابة واحد لا الاجابة جوج. كتشاف على بعد مية وخمسين مترو نعم الاجابة ثلاثة لا الاجابة ربع. واش اضواء الوضع من المعدات التنوية الا. اضواء الوضع من المعدات ضرورية ضروري قص يكون عندي في طموبيد. دور وضع هذه هي الاشارة دور وضع وش من المعداد التناوية إلا من المعداد الdoes god الدور التقابول والوضع والطرايق دور يكون في السيارة الاضواء اللي تناوية هما اضواء الضبابة واضواء الوضع وش كتشاف على بعد 150 متروا نعم دور وضع مثلا أنا لكتواقف في جنب الطرايق أنا واقف في جنب الطرايق وخليت ضو الوضع شعل را كيتشاف على بعد شحال 150 مترو بحاله بحال بلاكت اومبان ضو الوضع و بلاكت اومبان كيتشافو على بعد 150 مترو كيتشافو إذا الجواب صحيح هو جوج 3 هنا وصلنا النهاية ديل شرح السلسة الرقم 13 من الأسئلة الخاصة بالمتيحان ما تنساوش ديرو الشراك في القناة وما تنساوش ديرو جيم الفيديو وما تنساوش تخليو شيط علي قزوين ونتمنوا الجامع التوفيق ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 شكرا